كانوا متصورين أنهم حققوا امتصارات كاسحة في منطقة كوريسك كانوا متصورين أنهم هزموا فلادمير بوتين في التوغل الأوكراني اللي حدث في كوريسك إلا أن الواقع أثبت عكس تلك الحقائق الواقع أكد أن كل التحليلات التي وصلنا لها في قناة مصر منذ رهزة التوغل الأوكراني لمنطقة كوريسك كلها بلا استثناء مجرد مصيضة للقوات الأوكرانية نجحت القوات الروسية في أن هي تورت القوات الأوكرانية جواها عشان تحقق امتصارات غير عادية وليس أدل على ذلك من التصرحات اللي أطلقها فلادمير زيلانيسك رئيس أوكرانيا منذ ساعات قليلة إلى درجة قلب الحرف الواحد أنا يا جماعة أنا مستعدة أدخل في مفاوضات ومباحثات سلام مع الرئيس الروسي فلادمير بوتين قالي الكلام ده في نفس التوقيت اللي فلادمير بوتين بدأ يحاصر كل الدول الغربية وبدأ يحرجهم ويضعهم في موقف صعب تعالوا بينا نعرف التفاصيل خلال الحلقة دي لكن قبلها شير لايك للفيديو ده وكمانتك الجميل أنا أحمد عبد العيدي وانت من حقك تعرف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضراتكم أنا عاوز حضراتكم تدققوا النظر في كل التصريحات التي أطلقها فلادمير زيلانيسك منذ ساعات قليلة التصريحات دي بتكشف السطار عن حالة الانهيار اللي بيعيشها واللي مش قادر يحافظ عليها فلادمير بوتين وضع قطعة الجمب الجوبن في منطقة كوريسك النتيجة الفأر الأوكراني دخل المصيادة في نفس التوقيت اللي انشغلت فيه أوكرانيا بقطعة الجوبن بقطعة الجوبن اللي حطها فلادمير بوتين في كوريس القوات الروسية كانت بتحقق انتصارات غير عادية باعتراف فلادمير زيلانيسك وباعتراف قائد القوات بتاعته شوفوا التصريحات بتاعت فلادمير زيلانيسك بتقول ايه قالوا ان الحرب مع روسيا ستمتهي في نهاية المطاف عبر الحوار يا جماعة مهما حققنا انتصارات ولا حاجة فنهاية الحرب دي احنا هنعمل حوار مع روسيا على الرغم من ان فلادمير زيلانيسك كان يرفض ذلك بعض المعلقين او بعض المحللين هيقولك ما هو بيقول الكلام ده من منطلق انه هو حقق انتصارات في منطقة كوريسك من خلال التواغل اللي حصل طب بصوا انا عاوز الناس اللي بتتبنى وجهة النظر دي تجيب الخارطة بتاعت اوكرانيا وروسيا وتحدد بالزبط النقطة اللي توغلت فيها القوات الاوكرانية عشان تتأكدوا حضراتكم ان ذلك الذي حدث لا شيء يذكر حتى لو ان فعلا القوات الاوكرانية توغلت رغم ان في القوات الروسية هو قال الكلام ده هو كان عاوز يعمل اي حاجة ففلادمير بوتن نصب له فخ دخل فيه فقال اهو انا حققت انتصار كويس جدا في وجهة نظر تانية غير وجهة النظر اللي احنا تبنيناها بتقول فلادمير بوتن عارف كويس جدا ان فلادمير زيلانيسكي مش هيقض على طاولة مفاوضات واحدة معاه الا اذا حس ان هو حقق تمت انتصار وبالتالي هو رماله الطعم الطعم في منطقة كورسك النتيجة اهو انا حققت انتصار يا جماعة انا معديش بقى مانع ان انا ادخل في المفاوضات يبقى احنا في الحالة دي اتخرجنا فلادمير زيلانيسكي بصورة شيك جدا من الحرب دي وحسسناه ان هو قاعد وبيحقق وبعد ما حقق انتصار كبير جدا على فلادمير بوتن ده وجهة نظر اخرى لكن في كل الاحوال هي تتوافق مع وجهة النظر اللي احنا طرحناها في حلقات سابقة من حوالي اسبوعين لما قلنا ان كورسك دي عبارة عن مصيادة نصابها فلادمير بوتن لفلادمير زيلانيسكي زيلانيسكي بيقول ايه احنا ما عندناش مانع ان احنا ندخل في المفاوضات مع روسيا لكن لابد ان اوكرانيا يكون لها موقف قوي جدا وقال زيلانيسكي انه سيقدم خطة للسلام الى امريكا بشأن انهاء الصراع الروسي الاوكراني ولفت الى ان عمليات الجيش الاوكراني في منطقة كورسك هي جزء من هذه الخطة يعني احنا يا جماعة دخلنا منطقة كورسك حقنا انتصار كبير جدا وساحق وماحق وفاحق وبناء عليه احنا ما عندناش مانع ان احنا ندخل في مفاوضات سلام مع القوات الروسية دلوقتي وتلت الاراضي الاوكرانية التي تم ضمها لروسيا اخبارها ايه ساعدتك وانت مش واخد بالك ان لوجانسك دونتسك خرسون زابروجيا شبه جزيرة القرم الخمس مناطق دولي جزء من اوكرانيا وانت محررتش زي ما انت كنت بتقول طبعا لا اجابة شوفوا بقى التصريحات العسكرية التانية دية عشان تتأكدوا ان فعلا فلاد ميرزي لانسكي بيعاني الهزيمة النقراء الجنرال اولوكزندر سيريسكي قائد الجيش الاوكراني حذر من ان روسيا بتعزز قوتها على جبهة بوكروفيسك في الشرق حيث تتقدم القوات الروسية بطريقة غير عادية وقال ان روسيا تحاول تعطيل خطوط امداد اوكرانيا للجبهة قرب بوكروفيسك وهي مدينة تتميز بتعدين الفحم ولها قيمة عسكرية استراتيجية باعتبرها مركز ثقل وقال ان العدو بيستغل التفوق بتاعه في الافراد والاسلحة والمعدات العسكرية وبيستخدم المدفعية والطيران على نحو مكثف واشار الى ان القوات الروسية بتحاول شن هجوم مضاد في المنطقة وتطويق القوات الاوكرانية التي تصدت لتلك المحاولات ايه بقى؟ اعتراف عسكري بالعدة والعتاد وتحقيق انتصارات روسية غير عادية في الكثير من المناطق على القوات الاوكرانية ويجي لك بعض المحللين وبعض المعلقين يقولوا لك ده القوات الاوكرانية هزمت روسيا هزيمة ساحقة في كورسك يعمل حق الله يهديك شوف اللي بيحصل وقارن بين هذا وزيك وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قال ان مطالب اوكرانيا للغرب بالسمح ليها بضرب عمق روسيا باسلحة غربية ترقى الى مستوى الابتزاز واكد ان روسيا تعدل عقيدة الاسلحة النووية لديها وانه من الخطير ان تلعب القوى النووية الغربية بالنار انتوا خلي بالكم احنا سكتين عليكم لكن في اللحظة المناسبة هنفعل العقيدة النووية الروسية ضد الجميع تهديد اخر اطلقته روسيا بالامس قائد قوات الحماية الكيموية في الجيش الروسي ايجور كرلوف وجه اتهمات خطيرة للجيش الاوكراني فقد اعلن العثور في احد مخابئ القوات الاوكرانية على مواد جهزة للاستخدام تحتوي على خليط نطرات الثليوم وهي مواد سامة قوية تؤثر على الاعصاب والجهاز الهضمي واكد ان نقل وقود نووي مستهلك لاوكرانيا يشكل خطرا كبيرا حيث يمكن استغلال ذلك من اجل صنع قنبلة قزرة واستخدامها تحت علم دولة اخرى تلاحظوا حضراتكم ان روسيا انقلبت من حالة الدفاع عن نفسيها في مواجهة اتهمات غربية مماثلة الى حالة هجوم لدرجة ان هي وضعت الدول الغربية ووضعت اوكرانيا موضع دفاع بدأت روسيا تستخدم كل الاسلحة بتاعتها اسلحة اعلامية اسلحة استخباراتية اسلحة عسكرية اسلحة نووية النتيجة دلوقتي الدول الغربية وقعت في خانت اليك وبناء عليه بدأوا يدفع عن نفسيهم في ذات الوقت اللي فلادمير بوتين شغل القوات الاوكرانية وشغل كل دول الناتو بكورسك ثم دك في معاقل قوات الناتو ومعاقل المرتزقة الاجانب ودكهم دمرهم اتلهم حقق انتصارات ساحقة غير عادية في الكثير من المناطق من غير ما ياخدوا بالهم النتيجة هيطوق القوات الاوكرانية في كورسكو هين هي المسألة فلادمير بوتين ما هواش قائد هفأ فلادمير بوتين واحد من اعتعتات اجهزة الاستخبارات العالمية وبالتالي اوعى تتصور انه هو هينهزم في اي موقع وليس ادل على ذلك من ان الراجل حتى اللحظة الراهنة مسيطر على تلت دولة اوكرانيا اشتركوا في القناة